فلسفته اذا وعى الناس عن طريق الوعي العميق الكامل الوعي العميق بالخطر المحدق علينا عندما يعي الناس سيواجهوا هذا الخطر باللا عنف كانت فلسفة غاندي تقوم على تثوير السياسة لكن بالاخلاق يعني بمعنى اخر هو هكذا يقول قهر البغض والكره بالحب غرب او قهر الباطل واللا حق بالحق قهر العنف بالمعاناة والصبر اوضح غاندي ان اللاعنف بالنسبة له على فكرة اللاعنف ليس معناها ما في مظاهرات وسلام بعض الناس يفهموا اللاعنف بهذه الطريقة غاندي لا يعتبر هكذا غاندي يعتبر اللاعنف ليس عجزا او ضعفا بل هو قرار اني لن اعاقب عدوي لكني لن اغفر له هو عنده فلسفة يقول متى تعتبر المسألة غفران المعاقبة لا تعتبر غرفرانا الا اذا كان الانسان عنده القدرة على المعاقبة لكن اذا الانسان ما عنده قدرة على المعاقبة كيف يكون غفر الهدف من سياسة اللاعنف في رأي غاندي هي ابراز ظلم المحتل وتأليب الرأي العام على هذا الظلم وتمهيد للقضاء على هذا الظلم بالكامل وليس استبداله بعنف جديد ولا استبداله جديد او على الاقل محاصرة هذا العنف والظلم وحصرة والحيلول دون تفسيه